لو هنا بنتكلم على المغرب أنا شايف من نوجة نظر المتواضعة يعني مشاهدت تأييدني في ذو ولا لا أنا شايف ماتش المغرب كنت بنتفرج على كورة كان فيه لعب من الطرفين بالأمبارح كان كله بيعتمد على يا آآ كان فيه استحواز شوية للكاميرون بس كان كله فيه عنف بدني شوية فيه اللعب طريق لعب المنتخب المغربي مختلفة تماما عن طريقة لعب المنتخب الكاميروني بمتخب المغريبي فيه لعابة كورة فيه عناصر مهريها كتير جدا وانت عندك الميزة دي كمان انت عندك لعبة كرة كتير اللي بيميزنا بقى بطش الكاميرو ماتش المغرب برضو خلي بالك انت في اول عشر دقائق متأخر هدف امام فريق كبير ومنتخب تقيل وعندك لعبة تنضم الاول مرة منتخب مصر عناصر شاب عناصر صغيرة في السن اللي انت ترجع بسرعة بعد عشر دقائق وتسيطر على اللقاء بشكل كبير جدا لحد اخر دقيقة في اللقاء 120 دقيقة انت مستحوز 110 دقيقة كمان انت مستحوز ومقدي بشكل كويس وقدرت ما يحصل لكش اي اهتزاز داخل الملعب واللعيب عندها سببات في الشخصية دي حاجة كانت تفتقد الجلدة كان يفتقدها بشكل كبير جدا لكن خلاص في مقرسبات كتير بناخدها من البطولة فده كان مباراة المغرب لان انت برضو كنت لسه بدنيا كنت وافع لرجلة برضو احنا كان اداءنا في مباراة المغرب كان افضل وصلنا لجوم بشكل اكتر وافضل لان احنا كنا بدنيا لسه يعني كانت مباراة الكودفور هي المباراة الوحيدة اللي كانت فيها 120 دقيقة وكان فيه ايام قليلة لكن دلوقتي بعد مباراة كمان المغرب تخش على مباراة الكاميرون اللي هو ملعبش يعني منافسين اقوياء في المراحل اللي قبل كده وبعد كده جاي من 90 دقيقة بس مش 120 دقيقة وفيه ضغط عصبي وشد عصب كبير جدا فكان فيه اريحية كبيرة جدا عند المنتخب الكاميروني فمنتخب الكاميروني كان عنده افضليه بدنيا مباراة مش فنية لان منتخب الكاميروني من اقل الاجيال ممكن انت تشوفها على المنتخب الكاميروني على مدار السنية مش هو ده المنتخب الكاميروني اللي كان فيه اطو ومباراة لسامية كبيرة جدا كل الل Harrisما كانت متغفرة لو انت بتتكلم في منتخب بيلعب على ارضه كمان جمهوره الناحية الفنية هو ميش الاعلى يعني امكان منتخب كوديفور اعلى منتخب المغرب اعلى فنيا منه فهو يعتمد على شغل كولنز فاي ونيكولاس مومي عاملين قبل المطش ده عاملين 117 عرضية فانت هدافين الفرقة هما جايبين 11 هدف قبل مرات مبارح أبو بكر ست أهداف وكان بخمس أهداف يعني انت متخيل وكلها يعني معظمها جاية أبو بكر اللي قالك إن صلاح مش مهاري قالك ما بيعجبني ومدير الخاني قالك أنا شاف صلاح مش يعني كان في نوع من أنواع الحرب النفسية شوية وما عاوزين يحطموا معنوياتهم ده الهدف بتاعك أو ده الليدر بتاعك ده الايكونة كمان بالضبط هو ده الايكونة بتاعتنا وافضل لعب في العالم ليه قيمة كبيرة جدا مبارح ممكن يكون فنيا صلاح مطلعش كل اللي عنده زي مباراة المغرب والقيمة الكبيرة اللي شفنا فيها لكن صلاح شخصية جوه الملعب برضو عنده تحول رهيب بقى شخصية قيادية فعلا لمنتخب مصر يستحق عن قدرة واستحقاق شارك قيادية منتخب مصر بقى قود اللاعبة داخل ملعب بشكل كبير جدا مدير فني داخل الملعب لازم نشيط Boys الرائم لانه tenants فيه عصبية على الخط واسلوب على الخط لكن المدير الفني الحقيقي لمنتخب مصر داخل ملعب هو محمد صلاح هو اللي بيعرف يكود اللاعبة هو اللي اللاعبة بتاخد منه طاقتها وتستمد منه قوتها بشكل كبير جدا داخل ملعب لانه لما شوف محمد صلاح نجم الكبير بيربره بلعب بقلب بيلارب بإسرار كبير جدا داخل الملعب هتلاقي أظهر لها في المنتخب بيحاول يهين نفسه عشان شايف آيكونت وشايف الرنزم تاعه بيقدي بالقوة دي وبيقدي بالروح العالية دي. فأنا بحيي محمد صلاح بشكل كبير جدا وأتمنى من كل قلبي طبعا الفوز لمنتخب مصر البطولة ولمحمد صلاح لأنها هتفرق معه كتير جدا في جلزة أحسن لها في العالم إن شاء الله.